يا مرحبا حيا 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 أنا ذكرت لكم في الفيديو الأول أنه لازم يكون هدفنا الرئيسي هو تخفيف المعاناة عن المواضن اليمني الغلبان الذي هو الضحية الذي هو كبش الفداء الذي هو بيدفع الثمن لا تقول لي ولا أقول لك يا عياضي الذي بيدفع الضمان هو المواضن رجاء كل الأضراف لازم تشتغل على قدم وساك من أجل تخفيف المعاناة عن المواضن اليمني لازم أخواننا في محافظة التعز تعبوا تعبوا حقيقة تعبوا من قطعة الطرقات المشوال الذي كان يمشيه من أول في خمس دقائق الآن بيمشيه في خمس ساعات خمس ساعات من القلق والخوف والرغبة والجوع يمكن يتقلب يمكن يموت يمكن يضربوا يمكن يضربوا يسوق مع الركب مع القلق والبضلاج لا واحد فيها السكر يقوم يلتبجوا هذه الساعة ولم تواعد ماذا لا تستبعدوا لا يسوق مثلا فيها السكر وثنين ركبها فيهم الباصر قاموا ندعوه مقراشي على مدغنية افتقوا لأخواننا في ساعة غيرها لا تبقى جناك يا اخطاة ده لا يستقم ولا يتقلبوا ولا يتقطعوا ولا سيول ولا تمام قلق الذي في خمس دقائق الآن قد فيهم شوف في خمس ساعات لا وش يسير زور امه زور خالته الزوج خالته الزوج عمت نسب جتته في خمس ساعات ولعنط الله على المنافق لعنط الله على المنافق الله يخدأ في صيبه وفي نصيبه الذي بينافق الله يجعلك يدف في نحن الذي بيثير الفتن 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 أنا زارتحان أشمك الذي بيثير الفتن الله ينتقمهم الله ينتقمهم الله يسيبهم لا خوف إلا من الله عز وجل إلى حتى الآن وبفضل من أرحم الراحمين أول مبادرة لفتح الطريق تعز أول مبادرة لفتح طريق تعز على زارتحان أبقاء الصمالي فتح طريق تعز والله تمام أول مبادرة كويس حلو لله الحمد لله شكر أول مبادرة لفتح طريق تعز شوفوا الفيديو اليوم نحن هنا في تعز هذا شارع الخمسين الواصل خلفي مدينة تعز ويصل إلى شارع الستين يعني تم فتح أولاند الشنوان لجنة العسكرية ومحافظ المحافظة لفتح هذا الطريق المهم كمبادرة من طرف واحد نتمنى أن يلتقطوه بالطرف الآخر لتخفيف عن الناس سواء الذي هم في الحوبان ويريد أن يصل إلى المدينة هم يعانوا معانا كبيرة جدا وكذاك الذي في المدينة ويريد أن يخرجوا يعانوا معانا يعني المعانا متبادلة لا يوجد حصار وإنما هناك معاناة للمواطنين وقطعوا الطرقات الآن تم تدشين هذا الطريق وأيضا هناك مبادرة أخرى لفتح الطريق الإسفلتي في طريق حيفان لأنه كان يمشوا في طرق وعيرة والآن موسم الأمطار قادم والسيارات تتعرض للأمطار وتأخذها يعني تم التوافق مع الطرفين في تلك الطريق مع الطرفين وكان هناك مبادرة أيضا من الطرف الآخر يعني تجاوب مع المبادرة من قبل اللجنة العسكرية ومحافظة المحافظة وسيتم فتح هذه الخط الإسفلتي في طريق حيفان نتمنى أن يتم تناول هذه المبادرة بعيدا عن المزايدة وبعيدا عن التوظيف السياسي ولخدمة الناس والتسهيل حركة الناس وانتقال الناس وأيضا لتعز يعني سواء في المدينة أو في الحوبان موقف متميز تجاه القضية الفلسطينية وتحرك فاعل تجاه القضية الفلسطينية ولذلك يستحق الناس أن تسهل حركتهم والانتقال ويعني شكرا لللجنة العسكرية والتفاعلهم للقيادة السياسية التي وجهت وبادرت في فجر هذا اليوم نحن اليوم 18 شعبان 28 فبراير يعني ونحن في هذا المكان وشكرا حلو كلام سليم بارك الله فيكم هذا هذه أول مبادرة من الطرف الأول من حكومة صنعة يلا الآن الطرف الثاني الطرف الثاني لا تتعذروش نحن ما نتخلش نحن كمواطنين ما نتخلش الطرف الأول قام بمبادرة الطرف الثاني قام بمبادر يلا يلا الخط الناري هذا شعوبه خلوا الناس يعيشوا خلوا الناس يعيشوا نحن في ضل ظروف يعني استثنائية الناس يتعبين الناس حالة من نفسية دخلوا الناس مرهقين الناس مرهقين والله فال عادوا عمرها ربعة سنين قد فيها سكر وفيها الضغط وفيها النقرس وفيها البيهم من وعادوا في البضنمة عادوا في بضنمة وبيهم ومت فعل ثلاث سين يوه حمبه وهو يشرب شقاره وهو داخل البضنمة ضابح حقال يبسروه فالكشافة في ثلاثين كادال بضنمة ملان بقص شقار ضابح وعادوا في بضنمة الناس خلاص استعبوا حكومة صنعاء قامت بمبادره وعنشوفها على عرض الواقع تمام خلاص الآن الطرف الثاني يلا العليمي وخبرتي ومعنش داري مان يلا تحركوا تحركوا قل الله خلاص انتم مرتاعين وعايشن حياتكم وفي السعودية ومكيفات وبتسافر من جد للرياض ومن رياض الدمام ومن الدمام دمام أمرك دمام يلا كلكم أبذلوا جاهدوا كلكم الطبع تعبوا اخواننا فيه تأستعبوا ما نشيش احنا دق دق الامي وهنجبوا وفضلق الله وفالاخير ما بشملها البلس تحركوا قمت صنعاء قامت بمبادره بارك الله فيكم يلا الآن يلا الطرف الثاني تحركوا تعبوا الناس تعبوا بدون نفاق وبدون دجل بدون إثارة فتن كدحنا خلاص تاعب تاعبين فتن وقعف اليمن ما قد وقع في أي بلد من بلدان العالم مثل ما قد وقع في اليمن خلاص دابانين دابانين الوضع ما عادش دبيعي ما عادش دبيعي غلاص يا عادي الوضع قدو مأسر الطرف الثاني على يمي تحرك تحرك على الخبرته كذا يلا والغراء والوي وفي السياء يلا تحركوا تحركوا عن الدرامان والكذب على الدرامان والذي بيكذب تمام ستينا على هذا الكلام همنا الكبير ايش قلنا خدمة المواضنة المانية وتخفيف المعاناة على المواضنة المانية لأنه تعف تعف حالات طلاق حالات عقم عقم الذي بيحصل في تعز وفي بعض المحافظات من قطع الطرقات يتقيه عقم خلاص أنه يتجسي ضرب 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 مات هنا الحيوانات المانية مات هنا خلاص عقيم عقيم ركر حركوا الناس دأبوا الناس دأبوا الوضع لا يعودش دبيعي رجاعا نحن نركزين على هذا الموضوع وإن شاء الله في الأيام القادمة نسمع أخبار كويسة عن فتح الطرقات في محافظة تعز وبقية المحافظات رجاعا هذا أول مبادرة كذا شفته وربنا إلى الجميع وربنا إلى الجميع ويصلح البلاد والعباد ونوصل إن شاء الله إلى بر الأمان السلام من الله عليكم